الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم متابعين قمر مار على نور مار فالنور مار نزع على حساب بلين استجرام هذا البوست ولدخلوا على هذا البوست وتشوفون التعليقات راح تشوفون أغلبا من جيش قمر اللي كانت مين رجعوا حساب قمر إلها وانه رجعوا صور اللي حذفتوها وطبعا الأشخاص اللي شافوا المقطع السابق فيعرفون شن السبب اللي هو أن محمد مار ما أخذ حساب قمر وحاذف من عاته بعض الصور فاكتبون يا حبايب الكومنتات شو رأيكم هذا التهجم وهل يستحقا ولا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فالنور نزع على حساب بلين استجرام هذا الستوري اللي يعلم بي عن مفاجأة راح تنزع على حساب بالتيك توك باتر الساعة بالستة وطبعا بنفس الوقت أعلن أنه حينزل مقطع باليوتيوب الساعة بالأربعة راح حطوكم هذا الستوري شوفوا جلدين اليوم كنت نزلتكم صورة على الساعة الستة فاكتبون يا حبايب الكومنتات شنو تتوقعون مفاجأة نور مار أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي رغدة فرغدة نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوست واللي هو كان البرومو على الأغنيتها الجديدة اللي راح تنزل واللي كانت كاتبة أنه الأغنية راح تنزل براس السنة يعني أول يوم بالسنة الجديدة جيدة تم تحبسين يا حبايب الأغنية رغدة الجديدة وبنفس الوقت حطت البرومو راحطوكم يا شوفوا الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة أحمد حسن وزينب من الواضح أنه أحمد حسن وزينب عدهم عداوة ويقلوات لعائلية فمثل ما تعرفون أنه من أسبوع تقريبا هما خفوا اسم أنس وأصالة من التعليقات وخالي أن أحمد حسن وزينب خفوا اسم عائلة بدر من التعليقات ما يعرف عائلة بدر هما يوتيوبر عدهم تقريبا 6 ملايين مشتركة حطوهم هما وأنس وأصالة بخانة الكلمات المحظورة أما بالنسبة للدلي فلو ندخل على آخر مقطع نزله وننزل بيع التعليقات ونكتب عائلة بدر وبنفس الوقت طبعا حتجرب على اسم أنس وأصالة يعني نزلت مقطعا للموضوع مهم بعدها نروح على كلمات الأحدث أولا عمود نشوف تعليقات الأشخاص العلقوية ونحفظهم زين بعد نروح نغير الحساب عمون نشوف هل التعليق ظهر للناس أو لا بعد ما غيرنا الحساب ننزل بيع التعليقات وهمنا نروح على الأحدث أولا عمون نشوف تعليقه هل موجود أو لا بعد ما رحيت سيشوف أنه التعليق مظاهر وأنه تعليق الأشخاص الثانيين ظهر فاكتبوني يا حباي بالكومنتات الشركة بهذا الخبر وشرككم حركة أحمد حسن وزينب أخفاهم لإسم عائلة بدر الخبر الرابع اللي عدنا عن أنس وبيسان وهل رح يتزوجون فأنس وبيسان نزلوا على حسابهم بالإنستجرام بث مباشر كان بث أسئلة والصراحة للبث كان كلها عبارة عن أسئلة عن الحب والزواج ولما حوال هذا الموضوع أكثر شي بالبث وواحد من الأسئلة اللي جديهم شنو حتسمون الإبن بس يجي بيسان بالبداية جاوبت أنه حتسمي على اسم أبوها وبلغانا سألها على الاسم الثاني قالها حيكون على اسم العريس قادلا أنا سألها شنو تسمين اسم ابنك الثاني لكن أم بيسان هي الردت قالت على اسم أبو العريس فإن الشاي بقال معناها آلي إنهم رحطوا خمالي لحطوا شوفوها ما يعرفني أنس أنس ما يكون شعاش بي ما يعرف شو ما يكل جاكسون طبعا اسماعيل شو كمان إذا جي ولد ثاني عسم أبو العريس عسم أبو العريس سبعناتي وأنا سبعين أنت أبو العريس صاري ابنك إذا أجوز ابنك أنا وقعتني بحيطة وقعتني بحيطة الخبر الخامس اللي عدنا عن نارين بيوتي وليش صارت تبكي فنارين نزلت على حسابها بالإنستغرام وهذا الستوري اللي تطلبي من المتابعين أن يقولوا لها وين حابين أن يشوفوها ما أخذ صورة اللي والتحدي الانتشر آخر فترة فواحد من المتابعين طلب من عدد صورة هي جاسة تبكي فنزلت هذه الصورة وهي جاسة تبكي فاكتبونا يا حباي بالكومنتاج شون تتوقعوا عن السبب وكان أرين بيوتي بهذه الصورة وبس والله هنا وصلنا إلى نهاية مقطع أتمنى ما أقطع عجبكم لسي تحطوا لها شاركوا بالقناة شاناكم فيزي وقت من منتل القصص وبس مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم